بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أريد أن أتطلق إلى واحد الحادثة التي وقعت في مدينة النهضور في هذه الأيام التي تشهد فيها بلدنا انطلاق الحملة الانتخابية والانتخابات الشريعية والجهوية والمحلية التي تكون يوم الأربعات من يشوتنبل 2021 الحادثة كانت تمثل في إقدام واحد الصديق دينا اللي كان حطار موهي لحدود الساعة سأتحفظ على ذكر اسمه اللي كان يقوم بواحد العدد دي المبادرات الخيرية توزيع القفاف خصوص الفترة الكورونا وقبل من الكورونا وتوزيع الأضاحية واحد العدد دي الأعمال الخيرية اللي كان يقوم بها ولكن بالمجهودات دي المحسنين ودعم ديالهم وخصوصا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كان عرفوا واحد العدد منهم اللي ما كيدروا السياسة ما هو يعرفوا ولو في السياسة ما عندهم توجه سياسي معين ولا إدولوجيا معينة إلى درجة أنه ما كيبغيوش الناس يعرفوهم كيقول لك أنا ما بغيت يعرفني أحد إذن إلى هنا الأمور العادية لكن ما أقدم عليه صديقنا الذي قام باستغلال لا أصددوني قاعدة المعلومات اللي عنده ديال لهذك الناس المعويزين الفقراء اللي كان يوزع عليهم القفاف والأضاحية وحد العدد ديال المساعدات أنه قام باستعمال هذه المعلومات بدك يمشي يتصل بهم وبدك يمشي عندهم الديور خصوصا في التويمة حسب آخر الأصداء والمعطيات المثوقة اللي عندنا أنه كيدق عليهم وكيقول لهم باش يصوتوا على واحد المرشيح معين اللي كنتميل واحد الحيز معين غادي نبقى هنا باش ما نكونش مضطر باش نشرح الأمور كتر أنه هاد الأمور رعيب وعاء أنه لناه الناس اللي كيديروا هاد الأعمال الخيرية وإنسانية الفائدة المعزين كما قلت سابقا ما خصصناش نقحموهم في هالحزبية الضيقة لأنه الأهداف ديالهم كانت دائما إنسانية ما عندهمش الولاء لأي حزب سياسي ولا أي توجه سياسي الحمد لله اشنا طولينا في العمور حتى وصلنا لهد لهد الكوارث اللي بقينا كنشوفوه أنا باش ترجع لوائح ديال المعويزين الفقارة اللي كتوزع ليهم المساعدات والتبرعات ديال ديال المحسينين خصوص من أفراد الجارية المغربية المقيمة بالخارج أنا شخصيا أعتبرها جريمة لا يجب أن تمر من دون ردة فعل قوية شخصيا أعتبرها جريمة وضروري الأمور تاخد المجرد ديالها خصوصا أنه كما قلت سابقا النسر كدير الخير بسبب الله إلى درجة أنه كيقول لك أنا ما بغيتش يعرفوني حتى باش يعرفوني الله نقطة أخرى اللي بغيت نأكد عليها وهي أنه أعبتني واحدة نقطة جيدة مهمة بخصوص ميناء بنينصار ميناء بنينصار وخصوصا في هذا الشي ديال الكونتينير وهذا المشروع الجديد اللي الدار في السنة والأخيرة بنينصار كذلك ما خصناش نروجول واحد الجهة معينة واحد الحزب السياسي معين أنه هو الذي يرجع إليه الفضل أتحداك وتأحدى الجميع الفضل يرجع إلى العناية المولوية السامية لمولانا أمين المؤمنين صاحب جائل الملك محمد السادس نصاره الله ما تخليوناش نشرحه الأمور كتر المهم الفضل يرجع إلى العناية المولوية السامية دي سيدنا الله ينصروه اللي اعطاها لهذه المنطقة خصوص الميناء بنينصار الله يهديك ما تخليوناش ندخله في شيء أمور أخرى أنت كتعرف أنا كنعرف مهم أهلهم الكادرة بشعابها ما تبقاش تروج لواحد الشخص معين واحد الحزب السياسي معين ما كيرجع ليه لا ليه لا حدا أخو لا عبوا الريح لا خليونه سكت الله يرحمنيكم الوليدين كانت منها تكون الرسالة وصلت وكثة لاستقلال المعاناة دي الفقراء دي المعوزين دي المساكين الناس كيدروا الخير بسبب الله ما بغوا برلامان ما بغوا بلد يسمحوا ليكم في كل شيء وتصوروا رعي بضلة ما كيبغوش يعرفوهم الناس أنا شخصيا كان عرف واحد العادة دي الأصدقاء دينا الحمد لله كان فتخروا وكان اعتزوا بيهم كيقول لك أنا بلا ما تجبني ولكن كان فتخروا بيهم وكان احترموهم وكان وكان اعتزوا بذلك الشي اللي كيديرو غيرتن بعد الخطرات ما كنحسوش كنهضروا مع بعض الأصدقاء دينا اللي قرب لنا بزر كنقولوا فلان أجدار 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 رغم أنه ما كيبغيش هو اللي غاديش بدوقع إذن كنتمنى أنه المصاج يكون وصل والحمد لله إلى حدود السعارة بقنا في واحد الإطار ديال الاحترام وديال الصواب منتمنى تكون الرسالة وصلت لي منيهم ورأم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته